هنتكلم النهاردة عن نظم حفظ البيانات. في البداية عشان اتبقى فاهمين بس القصة. الهارد ديسك او ما بيجي خام كده لسه مش متفارمت. بنعمل حاجة يسمى تهيئة للمساحة بتاعة الهارد ديسك او بنسميها الفورماتينج. وما بنهيئ الهارد ديسك او القرص ده بنعني تقسيمه الى وحدات تخزين صغيرة بنسميها الكلستر. طبعا وانا بعمل عميات تهيئة وبحدد في مساحة تخزين دي عميات تهيئة دي بحدد الكلستر سايز او حجم الوحدة دي قد ايه. اربعة كيلو بايت ولا تمانية ولا ستاشر او اربعة وعشرين او اتنين وتراتين. لما بجيخزن ملف معين على الهارد ديسك بيخزن في واحد من هذه الوحدات. طيب لو الملف دي حجمه اكبر كبير بتوزع حجم الملف ده على مجموعة من الوحدات بتكفي لتخزين هذا الملف. مجموعة الوحدات المكونة للملف ده ما يشتردش تكون كلها موجودة في مكان واحد على الهارد ديسك ممكن تكون موجودة في اماكن متفرقة. يعني بقى لها كده بالانجليزي فرجمنت دي يعني متكسرة ومتنطورة في اماكن مختلفة على الهارد ديسك. كل واحدة من الوحدات اللي موجودة على الهارد ديسك دي لها رقم مميز او عنوان. العنوان ده بيبقى مكوم من شقين او جزئين. زي ما احنا عارفين ان الهارد ديسك عبارة عن استوانة. الاستوان دي عبارة عن مجموعة من المسارات الدائرية اللي بنسميها تراكس. ومجموعة من القطاعات الطولية اللي بتبقى ماشية من منتصف الهارد ديسك الى الحافة الخارجية. وبالتالي اي وحدة من دول يبقى لها عنوان مكون من رقم المسار الدائري اللي هي موجودة فيه ورقم القطاع اللي هي موجودة فيه. وبالتالي كل العنوان دي بتبقى متسجلة ومتخزنة في نظام الملفات اللي بنسميه الفايل اللوكيشن تيبل او الفات اللي متخزن فيه جميع الملفات واماكن الوحدات المكونة لها. وبالتالي بنعتبر الفات ده خريطة الوحدات اللي محددة عنوان الملفات المخزنة على الهارد ديسك. وبالتالي لما يحتاج نظام التشغيل انه يقرأ ملف معين من الهارد ديسك بيتم ذلك بالاستعانة بنظام الملفات الموجود للهارد ديسك ده اللي بيحدد الوحدات دي موجودة فين وفقا للعنوان بتاعها وبالتالي بيوجه الهد او رأس القراءة او الكتابة لهذا المكان يقول له روح في المسار الدائري الفلاني عند القطاع الفلاني وابتدي هات الملف اللي احنا عايزينه. طبعا كل قسم منطقة احنا متفقين ان المساحة الهارد ديسك مثلا نفترض انه هي مثلا سي مثلا واحد تيرا وانا ببتدي اعمل فورماتينج فبقسم المساحة دي مساعة التخزين مجموعة من مساحات التخزين بدءا من السي والدي والاي والاف في الحاد الزد طبعا الاي والبي دو المحجوزين للفلوبي ديسك. وبالتالي يمكن لكل القص المنطقي ان يزود بنظام ملفات مختلفة عن اقسام الاخرى. يعني ممكن اعمل نظام التشغيل او نظام مساحة التخزين سي اعمل عليها نظام تشغيل مثلا سي ويندوز وعليها نظام ملفات فات اتنين وتلاتين. واعمل على مساحة التخزين دي مسلا نظام تشغيل اخر ونظام ملفات انتي اف اس. وبالتالي بنقول يمكن لكل قص المنطقة ان يزود بنظام ملفات مختلفة عن الاقسام الاخرى حتى لو كان على نفس القرص الصلب او الهارد ديسك. نظام الملفات فات اتنين وتلاتين بيقدم دعم للاحجام اللي اكبر من اتنين جيجا. احنا التفقير كان اول نظام لحفظ ملفات كان فات ستاشر. وده كان بيدعم مساحات تخزين لحد اتنين جيجا بايت. لما حصل تطوير في الهارد وير وبتلات مسارات نقل البيانات توصل من ستاشر بيت الى اتنين وتلاتين بيت. ظهر نظام حفظ ملفات فات اتنين وتلاتين. اللي بيقدم دعم الاحجام اللي هي اكبر من اتنين جيجا بايت. وبتوصل لحد اتنين وتلاتين تيرا بايت. وبالتالي بنقول ان النظام فات اتنين وتلاتين ده بيقدم دعم الاحجام اكبر من اتنين جيجا بايت للقرصة في منطقة الواحد لانه نظام من نوع اتنين وتلاتين بيت. وعلى هذا الاساس بيمكنه دعم اقسام او مساحات حتى اتنين تيرا بايت. ظهر بعد كده نظام ما يسمى الان تي اف اس او ما يسمى النيو تكنولوجي فايل سستم. وده النظام حفظ الملفات اكثر فاعلية من فات ستاشر وفات اتنين وتلاتين وبيتضمن كل مميزات الامان الهامة بجانب المحافظة على التحكم بالوصول الى الملفات والمجلدات. نظام الملفات ان تي اف اس بيعمل بالشكل افضل مع المساحات او الاقراص الكبيرة اللي حجمها كبير. كما يتميز بالثبات لانه بيحتوي على نسختين متشابهتين للنظام الملفات احدهما اساسي. والاخر احتياطي. طبعا لو حصل تشوه او حصل مشكلة في النسخة الاصلية او الاساسية. نظام التشغيل بيعمل اول عندي اعالي التشغيل المرة اللي بعدها بيبتد يعمل استعادة للنسخة الاحتياطية ويحملها تبقى نسخة اساسية وبالتالي بيضمن نظام حفظ الملفات ان تي اف اس البيانات من الضياع او الخراب. هذا النظام بيسمح بضغط الملفات والمجلدات وتصغير حجمها بشكل ملحوظ وبالتالي بيوفر لك في مساحة التخزين. اما نجي نتكلم عن مكونات نظام التشغيل. بنقول ان نظام التشغيل بيتكون اي نظام تشغيل بيتكون من اه مجموعة متكملة من البرامج والتعليمات والاوامر اللي بتهيمن وتتحكم فيه الحاسب الالي وكافة وحداته المختلفة وهو حلقة الوصل بين المستخدم الى واسياتك والحاسب الالي وكذلك بين كافة مكونات الحاسب وملحقاته. بصفة عامة بنقول النظام التشغيل بيتقلف من ثلاث اجزاء رئيسية هي على الترتيب النواة او بنسميها الكيرنل الاشرة اللي هي الوجهة اللي اللي بتبقى قدام مستخدم ونظام حفظ الملفات. ما نجي نعرف النواة هنقول ان النواة هي مجموعة من الوظائف الادنى مستوى في النظام التشغيل واللي بتحمل او بتحمل الى الزاكرة عند تشغيل جهاز مباشرة بعد عمل بعض الوظائف الموجودة فيما يسمى البيوس او البيزيك امبوت او 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 سيستم وكذلك جدولة عمليات المعالج باختصار بسيط بنقول النواة دي مسؤولة على مجموعة الوظائف الادنى مستوى يعني اول مساتك بتشغل الجهاز في على الماثر بورد حاجة اسمها البيوس او البيزيك امبوت او سيستم دي عبارة عن مجموعة من الاوامر المخزنة على الماثر بورد في الروم الموجودة على الماثر بورد ودي مسؤولة عن اجراء عمليات فحص لمكونات الجهاز قبل بدء تشغيل نظام التشغيل بتشوف هل المكونات الخاصة بالجهاز الاجباب في اماكنها بشكل كويس هل رامات واسطة ولا لا هل كروتل الموجودة عندك واسطة ولا لا هل هاردسك واسطة ولا لا المعالج شغاله لا المروحة بيعمل فحص كامل لكافة مكونات الجهاز قبل بدء تشغيل نظام التشغيل ده بنسميه كده ما يسمى الpower on self test او الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل دي احد اهم وظائف النواة اللي موجودة عندنا في نظام التشغيل طب القشرة او الشيلد اللي احنا بنشوفه بقا هي الواجهة المرئية لنظام التشغيل ودي عبارة عن مجموعة من البرامج اللي بيعمل او بتعمل في الطبقة العليا كلمة طبقة العليا يعني قريبة من المستخدم يعني طبقة العليا وبيسمح للمستخدمين باصدار الاوامر اليه انظمة التشغيل الضعيفة هي اللي بتمكن او بتمكن للمستخدم انه يحزف بعض ملفات النظام الحساسة اثناء تشغيل النظام يعني ممكن لو انا شغال مثلا في نظام تشغيل ويندوز لو هو نظام التشغيل ضعيف بيدي للفرصة ان اخش على ملفات النظام اللي موجودة واقدر اتعامل معاها ممكن اعزف منها ملف بطريق الخطأ اثناء تشغيل النظام ذاته اجا اشغل المرة اللي بعدها نظام التشغيل مش هيشتغل وبالتالي يحصل الانهيار لنظام التشغيل فباعتبر ان هذا نظام نظام تشغيل ضعيف لانه لا يسمح بالعزل الكامل بين المستخدم وبين ملفات النظام طيب انظام التشغيل برضو احنا قلنا المتميزة بتوفر نوع من العزل الكامل بين طبقتين التطبيقات ها والاجزاء المادية عبر ما يسمى وجهة برمجة التطبيقات طيب لما نيجي نتكلم عن البرامج الخدمية والبرامج المضافة اولا نظام التشغيل اي نظام التشغيل بينزل بينزل في معا مجموعة من البرامج الاساسية عندنا مسلا في الويندوز بينزل مسلا معا مجموعة من البرامج الخدمية برامج الخدمية مسلا زي برنامج سكان ديسك او سيستيم مونتو دي بتنزل من ضمن مكونات الويندوز انكلودد معاه مدمجة معاه ودي ليها وظيف معينة سكان ديسك وظيفته انه بيعمل فحص للهارد ديسك بتاعك بحيث ان لو حصل مثلا وانت شغالت كهربا قطعت وجدت كهربا تاني وجيت شغالت الجهاز ممكن يكون في ملف حصل له corruption او حصل له نوع من انواع التلف فبيعمل فحص تاني للهارد ديسك واشوف اذا حصل bad sector او ما حصلش برنامج زي system monitor او مراقب النظام اللي بيعرف ايه العمليات الشغالة الوقت في الخلفية عندك وايه اللي ممكن توقفوا منها ودي بتعني اعتبارها جزء لا يتجزأ من نظام التشغيل لانها تؤدي مهمات على مستوى النظام بيجي برضو مرفق مثلا مع نظام التشغيل من ضمن برامج الخدمية مثلا الملحقات الموجودة مثلا مع نظام التشغيل الالحزبة الموجودة اللي عندك بيجي مثلا الرسام دي كلها برامج خدمية وملحقة من ضمن نظام التشغيل طيب ايه البرامج المضافة البرامج المضافة هي البرامج اللي ممكن المستخدم يضيفها فوق نظام التشغيل اللي بنسميها او البرامج الخدمية المضافة زي مثلا مجموعة البرامج بتنزل مع الويندوز اللي بسميها الpower toys دي عبارة مجموعة من الادوات بتنزل زيادة فوق نظام التشغيل بتحسن من بعض البرامج الموجودة بنزل لك مثلا على حسبه advanced شوية غير الclassic بينزل لك برنامج للرسم مختلف شوية عن الرسام و اكثر تطورا منه دي بنسميها البرامج المضافة اللي بتضيف تحسينات وتعزيزات الى نظام التشغيل منخص اللي فات كله عشان نقوله بردو بسرعة احنا كلمنا فيها على تعريف نظام التشغيل بشكل عام اتكلمنا بردو عن وظائف نظام التشغيل وقلناهم التمن تسع وظائف اللي قلناهم انواع نظام التشغيل الاساسية وبدأنا طبعا بيهم بالضص كاحد البرامج او نظام التشغيل السطرية ومعدين الويندوز كاحد انظمة التشغيل ذات الوجهة الرسومية ومعدين نظام التشغيل يونيكس كاحد اقدم انظمة التشغيل اللي بتشتغل على مستوى كبير من زمان وبتدير اغلب الشبكات النهاردة برضو كلمنا عن نظام التشغيل لينوكس كاحد انظمة التشغيل البروميسنج او الواعدة واللي بتنافس نظام التشغيل ويندوز واتكلمنا عن نظام حفظ الملفات اللي قارنا فيها بالنظام حفظ الملفات فات 16 فات 32 او الانتي اف اس وبعدين اتكلمنا عن مكونات نظام التشغيل اللي قلنا اي نظام التشغيل فيه بيكون من القشرة او قلب نظام التشغيل والشيلد او الاسف النواية اللي هي قلب نظام التشغيل وبعدين القشرة اللي هي الشيلد اللي هي الواجهة الخاصة بالمستخدم وطبقة العزلة بين الاثنين البرامج الخدمية اتكلمنا عنها واتكلمنا عن البرامج المضافة